موسيقى وخصصا طبعا بعد اللي حصل في بعض المتشاط من الجماهير هل في مخاوف فعلا ده لحركة عن مستوى الأمني نحن تكلم بقى عن مستوى الرياضي طبعا اختلاف مستويات الفرق الزمالك هل فعلا حيواجه صعوبات بعد طبعا خسرته للكاس كورا ده هنعرفه من خلال فكرة خاصة جدا النهاردة معنا الأستاذ عمر الأيوبي النقد الرياضي باليوم السابع صباح خير فاني صباح خير فاني هل كان مناسب ان يبدأ الدوري في هذه الظروف كان في حالة انفلات الموسم اللي فات بعد صورة يناير كلنا شفنا حالة انفلات من الجماهير انفلات من الاندية انفلات بشكل عام كان ماشي مطافق مع البلد بشكل عام لكن الكلام ده كله انتهى و احنا شفنا الحمد لله في مباراة الكاس الفترة الأخيرة كان في مباراة الكاس مكسفة كان فيها سراع لابد ان فيها منفائز لم شاهدناش أي تجاوزات شفنا زمالي خسر مباراة نهائي الكاس وصدمة للجماهير لما يحدث اي انفلات من الجماهير في الشوارع في المدرجات كان الموضوع بشكل ودي وشكل روح رياضية جميلة جدا انا متفاعل ان يكون الدوري الجديد ده يعني هيكون افضل هدوءا في تركيز اكتر الفرق خلاص يا معظم اللعيبة نفسهم بعضهم انضباط في الملعب ان اللعيبة بيأثر على الجماهير في المدرجات قلنا فيه تفاقل لازم ان الدوري يرجع لان دي بسبق مهمة وده من حاجات اللي هي العوامل اللي بيساعد على يعني مساعدة البلد بشكل عام في السياحة لان عدم وجود الدوري وعدم انتظام المباريات ده بيأثر وبيدي صدى برا خاصة من الدور المصري من الدوريات المعروفة على مستوى العالم وخاصة في الدول العربية داعت شايف ان هي علامة ايجابية وخطوة قويسة لابد من ايجابة احنا كنا شوفنا كان فيه احداث مزبير وثاني يوم بعدها على طول كان فيه كس كان نهاي كس مصر في مئة الف في مئة الف في السادة القاهرة اكتر من 200-300 الف في الشوارع بيؤيد الناس الزمالك ورغم كده لم تحدث اي وقاية تجاوز من الجمهير او اي حالة اشتباك او شغب وده كلها مؤشرات كويسة للمسم الجديد اللي انا شايف يكون من اصعب المواسم خاصة في الزل الفرق كلها متحفزة وكلها دعام الصفوفة كلها عندها طموحات وامال خاصة بعد ما يفجر المفاجأ وكسب الكاس على حساب الاهلي والزمالك الزمالك لن يقف على خسارة الكاس هو يمتلك جميع الادوات اللي هو ينافس في المسم الجديد عنده لعبة كويسين جدا جهاز فاني على مستوى الكابتن حسن الشيحاته الاهلي خسارته بطلطين في اسبوع واحد قبل من اسبوعين سابقين ديته حافظ نوع يبدأ المسم بشكل جديد النادل اسماعيل يمتلك مجموعة كبيرة جدا من اللاعبين المواهوبين تجعله دائما من المنافسين بقوة انبيا يكون منافس بقوة انا شايف ان يكون في 7-8 فرق هينفسوا على الدوري بشكل كبير وليس هناك فرق كبير فريق كبير او فريق الصغير في الدوري الممتاز المسلم الجديد داوت اكيد طيب خليل الكلام نهارده بداية الدوري ب6 مطشاط او 6 مباريات اهم هذه المباريات طبعا لطلق مباراة حرص حدود ومباراة حرص حدود مع الاهلي في الاسكندرية المباراة طبعا دي مباراة الاهلي بس هي تنفيذة للعقوبة لاجل المسابقات زي ما قلت لحضرتك النوادي استعدت بشكل كبير اتحاد الكورة ابتدت عمل بجدية تم بعد الانفلات الحصل مع المسلم اللي فات لاجل المسابقات استعدت بلايحة جديدة فيها عقوبات رضيعة لأي تجاوزات شغب او شماريخ او اقتحام الملعب مع الفرق بدأها من مباراة الكاز كان لازم ياخد خطوة جدة طبعها على الكبار اللي هو الاهلي والزمالك والاسماعيلي وخدهم هتلاقي الاسماعيلي النهاردة هيلعب بدون جمهور تطبيقا لعقوبة جمهوره لما عملت مشاكل فماتش المقاولون في كاس مصر ازا مالك نفس الكلام هيبقى عنده برضو فيها عقوبة ان الاهلي النهاردة بيلعب خارج ارضه في الاسكندرية تطبيقا لعقوبة كل دي انا شافني هتكون يعني بوادر كويسة ومؤشرات ان يكون في حزم في الملعب في الموسم الموسم الجديد ده طيب غير بقى مباراة الاهلي عندنا مباراة هامة جدا جدا بين مباراة غز المحل غز المحل هلاعب مص بورس ايدي دايما مباراة المص بتبقى دايما قوية لانه بصحبه دايما جماهير هيلعب مع غز المحل غز المحل احنا شايفين اول عودة لي بعد فترة من الدور المظاليم عندهم جماهير متحفزة شفناهم انهم كانوا في مباراة الودية ما يبلوش خسارة في مصر حصل الاشتباك وحصل اقتحمل الملعب هيكون في تحافز جامعة انا شاف دايما مباراة تكون جماهيرية من الدرجة الاولى قوية جدا في مباراة تانية طبعا كتير هيكون منها مباراة طبعا الاسماعيلي مع بيترويجاد دي مباراة قوية مباراة الجيش مع الماولين دي مباراة قوية جدا كل مباراة بالشكل عام زي ما بقول لها حضرتك هتكون قوية حتى بكرة هنشوف مسلا عندنا بكرة الداخلية الداخلية عندها مصر مع التحاد سكندري وعندنا امبيا هيلعب الجونة كلها مباراة قوية لان زي ما بقول لها الدور المصري بقول لها حضرتك احنا عندنا لسنة دي 19 نادي كلهم متقاربين جدا وان كان فيه طبعا الفرق الكبيرة تحتفظ بحصوصهم مع فرق دياءة جديدة وده يعني كان سؤالك جاي الحقيقة بفكرة ان ما بقاش فيه او يعني بيعاد صياغة خريطة الرياضة او خريطة الكرة القادر تحديدا في مصر هل النهاردة الزمالك في ظل الخسارة زي ما تقولت غير متوقعة ومع انها كنت بتراهن على الجهاز الفني لكابتر حسن شحاتة مع ان فيه مقولات بتقول ان احتمال التوقم يرجع تاني فالزمالك موقفه ايه من الدوري هالمتوقع ان يستعيد ما ضياعه في الكاس طبعا طبعا حقيقة دايما بيقص حقيقة الزمالك بياخدش بطولة قديره اكثر من 5-6 سنين ولكن دايما دايما موجود في مرشحين لجميع البطولات الزمالك احنا شوفنا قدم اداء عالي جدا جدا رفع سقف طموح جماهير وان هو ياخد البطولة دا وتبقى بداية قوية لمسم جديد الزمالك انا يعني هارجع لوقت بسيط جدا اقولك ان الزمالك اللي خسره مش شلفات لايس امور فنية ولايس امور بدنية ولايس جهاز فني ولكن اللي خسره ان هو احتفل بالبطولة قبل بين العنبورات والجميع كتراحها هذا الاساس وده خطأ كلاسيكي عبدا في كرة مصرية تحديدا خطأ خطأ كبير جدا انهم مش بيلاعب خلاص زي ما حاجة وقولك ما فيش فرقة صغيرة وفي فرقة كبيرة فريق امبي فريق محترم كسب الاهلي كسب الاهلي وكسب عن جذارة وخرج المولين خرج فرقة محترمة لعب الزمالك زمالك لما حتى تقدم بهتف الفريق لم يهتز واستمر وتعادل وفاز فريق خرج منه افضل اتنين لعبين اساسيين في الدفاع عنده لوعب زهر وعمر فيه مصابين رغم ذلك لعب عنده البودلاء واستمر الاداء لم يتأثر ومحكلها ما شفناش اي فروق في الملعب ده دليل انه هو فريق كبير بمعنى انه هو عنده اللعب الفريق كبير دايما اللي هو عنده البودلاء زي الاساسيين عندنا في مصر هنا حاليا في اكثر من اربع او خمس فرقة عندهم نفس نفس عندهم عشرين لعيب على الاقل في مستوى متقارب الزمالك نرجع للزمالك الزمالك في كل حالات طلبت بالكابتن حسام حسن وبريم حسن انا شايف دوت ما فيش مكان دي رغم ان كابتن حسام ابدأ استعداد انه هو ممكن يرجع احاقات مني لكن ده غير مطروح تماما لان الزمالك هيستعيد بسرعة لانه يمتلك جميع العدوات بلحك للبطولة الجمهير موزارة بتحفزة الجمهير لم تبدي غضب شديد وده دليل انه هما هيسندوا الفريق الفترة الجاية بشكل مكسف يعني كابتن حسن شحاتك خلال الساعات الاخيرة انا بقول لحضرتك حسن نجح ان هو يلم اللعيبة بشكل كبير اعمى اهم قاعدة كبيرة النهاردة هيكون في قاعدة الظهر النهاردة هيوعد معهم هيلموا كل امور عندهم متش يوم لاربعة الجاية كل الكلام ده زمالك قادر ان هو يلموا بسرعة الفرقة الكبيرة دايما بيتلموا نفسها بسرعة قبل مع اي مشكلة بتحصل لها او اي سقطة الزمالك عنده لعيبة كبيرة جدا انا مفيش مش خفنهاش البنين يا رزاق ده لعيب هاي من النجوم اللي هيكون لها ثقل في الدور المصري وانا بقول لجامير مصري تنتظر لعيب جامل جدا هيفرم معه الزمالك عنده توليفة من لعيبة خبرات زي الشجابالة عمر زك عنده لعيبة لعيبة في الوسط زي حزم امام زي عمر جابر في الشباب معهم عبدالوحي جون كويس فرقة كويس فرقة متكاملة قدرة ان هي تحصل البطولة فعليا خص البطولة دي مش نهاية المطاب لان الكرة فيها مكساب وخصارة والزمالك انا بقول لحضرتك الزمالك هينفس بقوة على الدوري وعلى كل البطولة الجاية دا والاهل هيرجع برضو بقوة وهيبفيه شكل محترم للدوري يعني يليك بمصر يعني انت عارف احنا صغارين او يعني وحنا مكبر كان دايما هم تلات فرق يعني دايما يعني هو الاهل غزبالك والاسماعيدي يعني دايما دلوقتي عندك انبي دلوقتي عندك انبي دلوقتي بيقول دلوقتي عندك حرس الحدود وعندك حرس حدود مصر النهاردة يعني مستحيل حد يتوقع النتيجة الاهل ما حرس حدود هنقول في اسكندرية ماليش ما اسكندرية كلها معظمة جميل اهلي ماشي انا بقول له حضرتك بس حرس حدود فليه امتلك لعيبة لعيبة جايدين عنده على الأقل خمس لعبين احمد عب ملك احمد حسن مك احمد عب غني والثلاث السوريس ده دول قادرين ان هم يتصدوا لأهل بترسانة النجوم بتاعتهم مثلا النظر كان في درجعة تاية موضوع الدوري وشكل عام ورادتهم وسأتا جايما ذكرت موضوع 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 مبارسات اللاعبة يعني نحنا نكلم على احتسش كبالة نحنا نكلم عموما يعني في دلوقتي بقى في كسا شق لأي ماتش يعني مقناش فشو بس الماتش بانا نشوف اداء اللاعبين وحابنوا بشاك ولا لأ وحيتخانقوا ولا لأ الجماهير هل حيبقوا تمام ولا لأ وبعد كده الامن هل حيبقوا تمام ولا لأ هنحل المعضوها دي ازاي يعني هل في دروس مستفادة مثلا من المطشط الدفاتة هل في انت شايف ان ممكن يكون اعادة نظر لاخلاقيات كل على كل المستويات اخلاقيات اللاعبة والجماهير بشكل كبير بعض اللاعبين تفاعلت مع هزا الانفلات اللي موجود من الجماهير بعض اللاعبين كان لهم دور في الشعال الموقف في المدرجات احنا الحمد لله في مورات الكاس كانت تحتكو حتى كان مباشر يعني وبيسخنوا مستحق مورات الكاس دي كانت مؤشر كويس جدا عندنا مؤشر جدا لانضباط الجماهير في المدرجات خاصة وانا الشرطة فعليا رجع الان رجع بقوة في الملعب شوف نورات الكاس فيها اكتر من سبعين ثمين ألف لما يحدث اي تجاوزات من الجماهير وفي نفس الوقت الشرطة كانت موجودة بشكل محترم وتعمل بشكل محترم وده بعد مرور اقل من شهري على احداث كي مؤشر ده ده مؤشر خلاص وكل المباراة اللي فاتت كلها مع الفرقة كلها ما حصلش اي مشاكل ده دليل انه هو الجماهير الجزء اللي هو الجزء في المنظومة اللي هو الجماهير بقى منضبط الاجهزة الفنية مع كامل احترام للتوأم عدم وجودهم بيبقى فيه انضباط شكل كبير في جميع الاجهزة الفنية حسن شحاتها يؤيد الهدوء لدكة زناد الزمالك جزء بعد موقفه اللي حصل مع الصحفي والرد قوي من ربط المقادرة دين اعتقد بها يعنده اتزان خاصة بعد الدخول لدارة الاهلي معه وبالطلبه بالانضباط في الملعب في نفس الوقت في نفس المكان بقى من فاضل اللي الحاجة بتتكلم عليها اللي هي اللاعبين اللي هما منفالتين تماما في الملعب ودي سلوكياتهم لو حصلناهم يكونوا خمس لت لعبين على رأسهم طبعا اللي خلافها عليه اللي هو الشيكبالة وعحمد يدي عبد الملك لو حددنا الكلام دوت الاهلي اعتقد الاهلي بيبقى فيه عنده انضباط بشكل كبير في الملعب الشيكبالة ابتالي يركز في الملعب فترة الفاتي لما شفناه خسر بطولة شفناه عنده اتزان اه حصل الشباك بسيط مع بعض الجماهير يعني او بعض المصورين لكن لا يذكر مع وقاية السابقة لشيكبالة انا اعتقد انه يدينا مؤشر انه هيكون السنجاجي مرتز احمد عملك لم يتعلم من الامور الفات دروس فات شفناه مطش الحرص حدود مع الزملك كان دائم الشباك مع الحكم كابت محمود عشور شفناه بيصير مشاكل في الملعب النهاردة انا اتوقع ان هو موقع بلسه مستمر مستمر ما عليش انه سؤال هو ليه اصلا يعني احنا بتكلم احنا مش بنشوف كلنا متشد راتي علا زمان ما كناش بنشوف راتي بنشوف دي سلوكيات سلوكيات شخص يا سيدي ماشي سلوكيات بس اعتقد ان برضو احنا برد عندنا مثلا الفرق الانجليزي والفرق الالتالياني وكلام ده كله فيهم بس عارفين كويس قوي ان فيه نظام صارم يعني يوم ما بيعمله كده او يوم ما بيحد بيخرج عن شعوره بيبقى عارف كويس قوي ان هو يعني خلاص بيراهن مراهن خطير جدا على مستقبله لكن هنا يعني هل هو مثلا ما فيش عدم فيه عدم خوف ما فيش خوف من كان اول فيه توازنات والتحاد الكرة كان بيبقى عنده توازنات دايما وبيخاف يدي عقوبات على الجهزة الفنية وعلى اللاعبين اللي بيحزن في لات وكان بيبقى فيه دايما قارات لجنة المسابعات بيتم مش من لجنة المسابعات نعند الكابتان عامل حسين كان بيتم في مكتب كابتان سيمزة في اتحاد الكرة انا اعتقد في شكل ودي اه ليه عادات المساطب وحبي وكده تمام وده الفكرة مش في الكرة بس ده في كل حاجة الكلام ده خلص خلص الكلام ده اعتقد ان هو ابتدى يخلص من ساعة تحديدا لما تحد الكرة ادى قرر خاطئ بيلغي الفبوط في نهاية الموسم اللي فات وعمل دورة التركي عمل دورة التركي حطت لايحة خاطئة لها كان لابد موجود يعني يعني معايير واضحة وبنود واضحة للشعود ثريقي تمام لما الفرق رفضت لما تعدت في النقاط ورفضت ان هي تلعب وقال له نصعد بشكل مباشر اتحاد الكرة انا بصراحة لما كنت تبقى كان موقف حاسم كان لابد ياخدوا اتحاد الكرة وانا اعتقد كما انه ممكن يكون مش داخل جامعة اتحاد الكرة ممكن يكون جايما مسلا من جهة اعلى مسلا مجلس القوامي جاي من مجلس العسكري جاي من شر كان حاسم وده ادى له خطوة تانية دفعته انه هو يدي لجنة موسابات تدي قوة لجنة موسابات تبتيد السنة دي فعلا وبدأ زي ما قلت لك في بداية الكلام بدأت الموسم بقارات ردية وابتدتها مع فرقة كبيرة الاهلي والاسماعيلي والزمالك زي ما قلت لك الاهلي نارا بيلعب في اسكندرية بدون جمهور لا بيلعب جمهور بيلعب مش ملعبه الاسماعيلي بيلعب بدون جمهور بدون جمهور كل دي بتديك مؤشر النجل المشابات هتتعامل بشكل قوي مع الجميع ونتمنى ان اللاعبين ما يحصلش تجاوز عشان ما نخشش في الاختبار هيوقفش كبالا هيوقف مش عارف مين نتمنى ان